لا تأنف من التكسب بالحرف فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أصحاب حرف وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور والحرفي المسلم يتميز بالاحتساب بأن يغني نفسه وأهله بالحرفة عن التسول قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه ومن صفاته إتقان عمله وتطوير قدراته ومتابعة أحدث التطورات في صنعته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ومن صفاته الأمانة فيعطي العمل حقه من الوقت والجهد لينجزه على أتم وجه ويحافظ على وقت الدوام إن كان يعمل في شركة أو مصنع وهو أمين مع زبائنه فلا يطلب على عمله من الأجر إلا ما يناسبه دون استغلال ويحافظ على المواد الخام فلا يهدر منها شيئا ويحافظ على المعدات التي يستخدمها لا سيما إذا كانت مملوكة لغيره ويحافظ على البيئة ونظافتها وعلى سلامة المجتمع فلا يؤذي الناس بالمخلفات أو الأدخنة أو الأصوات المزعجة ولا يعمل في مجال محرم ولا يساعد على ما فيه إثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو صادق في مواعيده فينجز للعميل ما طلبه في الموعد المحدد فإن خلف الوعد من صفات المنافقين وهو حيي عفيف فإذا عمل في بيت مأهول غض بصره عما فيه من المحارم ولا ينشر سر أحد استأمنه وأدخله بيته ولا يدخل البيت إلا في وجود صاحبه ويحافظ على الصلوات فلا يلهيه عنها العمل قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار